موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث ناديكم الأول للصحافة ووجهتكم للتحليل السياسي الترحيب موصول أيضا لضيفي في استوديو دائرة الحدث لهذا اليوم الأستاذ حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة تحياتي أستاذ حافظ أهلا بكم كما اعتدنا دائما أن نبدأ بجولة سريعة لأبرز العنوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش التي يعني في ضوء الأزمة التي يعانيها شعب الفلسطيني وأيضا السلطة الفلسطينية لها تداعيات ولها أبعاد كثيرة نتابع نبدأ جولتنا بأهم عنوين الصحف المحلية ومن صحيفة الأيام نقرأ الإضراب يشل الحركة والاعتداءات تثير القلق والاستنكار وإسرائيل تراقب الاحتجاجات في الضفة وتتخوف من إمكانية تحولها إلى تحدي لها أما صحيفة القدس أعمال عنف وتخريب للممتلكات في عدد من المدن أعنفها في نابلس والخليل وفي عنوان آخر إسرائيل تواصل تنفيذ مخطة تهويد الأغوار الفلسطينية وتعتزمها منازل في قرية العقبة تمهيدا لإزالتها وإلى الحياة الجديدة التي كتبت مهاجمة مبنى بلدية الخليل وأفراد من الأمن وإحراق إطارات والحكومات تناقش المقترحات والحلول اليوم وفي عنوان آخر إصابت خمسة مواطنون بينهم طفلان في غارات على غزة وجرح مواطن برصاص الاحتلال في الخليل ومن الصحف المحلية إلى أهم الصحف العربية ومن جريدة الدستور الأردنية المجلس الوطن الفلسطيني يشدد على مواصلة السعي لنيل عضوية الأمم المتحدة أما صحيفة الرأي إسرائيل تقيم حفلات موسيقية صاخبة جنوب المسجد الأقصى إلى مصر وجريدة الأهرام قوات الأمن بجنوب سيناء تكثف جهودها بالأكمنة لضبط مرتكبي حدث إطلاق النار على القيادات الأمنية إلى جريدة النهار إسرائيل تريد وضع خطوط حمر لإيران وواشنطن تؤكد أنها لا تفرد مهلا نهائية نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن وبداية مع الحياة اللندنية إسرائيل تأمل في لقاء قريب بين نتنياهو وأوباما من جهتها الشرق الأوسط نقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية نرفض تعديل اتفاقية باريس في ظل التحريد علينا في المنابر الدولية إلى الصحف الصادرة في إسرائيل وصحيفة يدعوت أحرانوت عملاء الموساد اقتحموا منزل رئيس مشروع البرنامج النووي السوري واستولوا على حاسوبه وسحبوا صوراً للمفاعل ومن صحيفة هارتس نقرأ مبعوث بريطاني لإسرائيل لإقناع نتنياهو بعدم ضرب إيران وأخيراً مع صحيفة معرف تخوف من تحول الاحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة ونختم بعنوين أهم الصحف الأجنبية وواشنطن بوس الأمريكية كتبت أن ناجون من قنبلة هوريشيما الذرية يزورون إسرائيل احتجاجاً على التسلح النووي أما نيويورك تايمز الفلسطينيون يستخدمون الأناشيل السورية للتنفيس عن غضبهم اتجاه زعمائهم وإلى الجارديان البريطانية الاحتجاجات الفلسطينية تحولت إلى أعمال عنف في الضفة الغربية أهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ حافظ البرغوثي أستاذ حافظ لعل أحداث الأمس ألقت بظلال كبيرة على أجواء الشعب الشارع الفلسطيني اليوم من سخط استنكار تنديد الدعوة للضرب يد من حديد لمن يخرب الممتلكات العامة إلى آخره ولكن أيضاً ترافق اليوم مؤتمر صحفي لدكتور سلام فياد أعلن فيه عن رزمة من المحفزات إن صح التعبير لهذا الشارع البعد قال بأنه هذا يعني أن الحكومة ما تفعل ما يجب أن يفعل حتى ولو بحده الأدنى إلا بعد أعمال صخب وتخريب هل تعتقد بأن هذا دقيق؟ ليس بالضرورة لأنه أول شيء الحكومة عاجزة عن العمل الفائلي السلطة ككل عاجزة عن العمل الفائلي يعني أنا سأحاول تبريد الكلام رغم حرارة الأستودو القضية الأساسية لدى الشعب الفلسطيني أن هناك انقسامة فلسطينية في الضفة نحن نحاول تحسين ظروف الاحتلال وفي غزة يحاولون تحسين ظروف الحصار وليس إزالة الاحتلال أو إزالة الحصار هذا هو الوضع الفلسطيني وصلنا إلى مرحلة العجز عن تغيير الواقع نحو الهدف الفلسطيني الأسمى وهو الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية وبالتالي كل ما إذا فقدنا المشروع الأكبر فإننا نهتم بالأصغر وبالصغائر الأهداف الكبيرة تكبر بمن يقف وراءها إذا صغروا صغرت وإذا كبروا كبرت أنا لا أتحدث إن شاء هذه هي الفلسفة الوضع الفلسطيني حاليا الآن نحن نهتم بالصغائر الحياتي بدلا من أن نهتم بالقضية الكبرى آمنا بدكتاتورية الشارع وهذه دكتاتورية ليست لا تمثل الشارع الفلسطيني عبثية نعم إذن الآن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من إيدك هاي إلى إيدك هاي لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك لأن الوضع الفلسطيني محكوم بالاحتلال والوضع الفلسطيني أيضا حكم مع الاحتلال بالوضع الدولي الوضع الدولي دعم اتفاقات أسلوك والوضع الدولي هو الذي كان يشجع السلطة على التوظيف توظيف البطالة المقنعة وعندما كنا نسأل لماذا هذا التوظيف كله الدول المانحة ستدفع لأنها تريد خلق وظائف حتى للترويج لأوسلو في البداية أنه والله في مكاسب وهي في قبض وفي سيارات وفي مصار وهذه هي الفلسفية التوظيف بدأت بدعم غربي ثم عندما تضخمت الفاتورات تركونا لوحدنا واستخدمت ضدنا استخدمت للضغط علينا لتجويعنا وتركيعنا وتقديم تنازلات سياسية حتى الآن يطالبون بتنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني ليس مننا فقط وأيضا من حماس في جبهة حماس للتنازلات ونجحوا في انتزاع تنازلات كبيرة من حماس منها على الأقل على الأقل أن حماس لا تشارك في أي نشاط مقاوم تهينا يعني حماس صارت سلطة قبل عشر سنين أو قبل ذلك إذن هذا هو الوضع الفلسطيني الآن المأساة أننا تحت احتلال لا يمكن بأي حال أن نحل المشكلة الفلسطينية الداخلية السياسية أو الاقتصادية طالما نحن تحت احتلال الإجراءات التي اتخذها الحكومية تقشفية سأأخذ من رواتب الموظفين الكبار وأعطي لمجالات أخرى سأخفذ الضريبة إلى 15% نصف المئة وهلو مجرأ هذا ما تستطيع أن تفعل من لديه اختراع جديد فليتفضل لا أحد تقدم باقتراع باقتراع عملي إلغوا اتفاق باريس ما نحن تحت الاحتلال بنا نظل الغناء ولا مغل الغناء بنا نستورد عن طريق الاحتلال حسن اتفاق المشكلة أن إسرائيل لا تطبق اتفاق باريس كما هو تطبق بطريقة انتقائية لصالحها يعني منذ أن قامت السلطة حتى الآن إسرائيل تقسم مخصصات أو غزي من الكهرباء والوقود والماء تلقائيا من الضرائب تحت السلطة طيب غزي مطرة تدفع درائب ولا تريد طيب سلطان أبو العنين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال اليوم على دنيا الوطن فجر يعني قنبلية من العيار الثقيل أو مفاجأة من العيار الثقيل ويقول بأنه يدعو إلى وقف دفع الكهرباء والماء إلى قطاع غزة لأن حماس تجبي العائد منها وتجبي الأموال من المواطنين وتذهب إلى جيوبها دون أن يعود بالنفع للسلطة الفلسطينية ونفى أيضا في ذات حديثه أن يتطرق هذا القطع لرواتب الموظفين في قطاع غزة أو حتى إحالتهم إلى التقاعد المبكر هذه المسألة كنا ناقشناها كثيرا في البرنامج في السابق هل تعتقد بأن اللحظة السياسية الآن موائمة لهكذا طرح أنا حسب ما أعلم حتى الآن أنه تم وقف الاقتطاعات للكهرباء لا أعلم إذا كان ما زالك قائما منذ فترة عندما مرت السلطة بأزمة مالية ولكنها في السابق كانت تقدر بخمسين مليون شيكل شهريا الآن توقفت لا أعلم لكن أنا أنت مع الخطوة ولا مش مع الخطوة يا سيد حافظ هذه قضايا سياسية يجب أن تبحث سياسيا يعني يأتخذها المستوى السياسي الفلسطيني أبو الأنين سياسية يستطيع أن يبحث باللجل المركزي لا يجب أن يبحث على الصحف يعني هذه قضايا لا أستطيع أن أفتي فيها لكن أنا مع الرأي أنه طالما حماس هي التي تستفيد يجب وقفه إذا طالما أن حماس مشراضي تعطي السلطة فواتير المقاصة حتى تستردها من إسرائيل مثلا وتذهب هي بتروح هباء هذا موقف عداية أيضا لأنه لصالح غزي ولصالح الضف في الشعب الفلسطيني أن تسترد أما قضية غزي يعني لا أستطيع أن أقف وأقول إذا جرى وضع معين في لبنان بلن نوقف في المساعدات عن شعبنا في لبنان لا طبعا الوضع قد يكون مختلف لكن ما يمس السلطة في غزي يجب التعاطي معه من يعني من جنس العمل الذي تقوم به حماس طيب أبو بكر في صحيفتكم الحياة الجديدة قال الأزمة الاقتصادية والغنم القاسية قال أن الهبة الشعبية ضد الغلاء وسوء الأحوال المعاشية لا تخلو أبدا من البعد السياسي أو استغلالها سياسيا كما هو واضح وفي الخطاب الحمساوي الشامت يقول والمتشفي وفي نفس الوقت المرتعد من انتقال ما يحصل في الضفة إلى غزة الدليل يقول غزة أصبح توصيفها لدى حماس صعبا فإذا كانت محاصرة وكان وضعها المعيش صعب يعني الآن أن تنتقل المظاهرات لحكم الانقلاب هناك وإن كان وضع الحكومة الانقلاب جيدا حكومة الانقلاب جيدا والأمن كما تقول حماس عظيم في غزة وكل المقومات الحياتية متوفرة فعليه يجب أن تختفي نعمة أو نغمة الحصار وما تجلبه من أموال من الخارج خاصة في ظل الصمت المدافع وانتهاء المقاومة المسلحة ما رأيكم يعني شوف وضع حماس في غزة لا تقوم بدور الحكومة بالمعنى السائد في العالم يعني لا تقدم خدمات لا تصرف على التعليم ولا على المستشفيات ولا على الطرق ولا تقوم بأي خدمات الخدمات تتولىها السلطة من ناحية وتتولاها أيضا وكارث الغوث فبالتالي هي تقوم بجبي المكوس من الناس طيب وتصرف على نفسها وعلى أنصارها فقط وتوزع أي مساعدات على على حركة حماس وعناصرها فقط إذن هي لا تقدم خدمات حتى تقول أننا نائم تحت عباء تأتيها يأتيها سلار كطري سلار كطري ورسلار مصري تبيعه هي وتقبل ثمن وتقول هاي هبة لحماس وليس للشعب الفلسطيني يعني كأن يعني السلطة لما تجيها هبة تقول هاي لسلطة بننبيحة للناس وليست للناس هذا سرقة علنية وعمليا عمل بلطجي لأنه لا يمكن أن أدعي أنني أحكم شعبا ولا أقدم له أي خدمات أو مقابل ما أجمي منه على الأقل يعني يعني خلينا في موضوع الضريج بسطة فجل تدفع ضريج في غزي بسطة فجل الكارو الذي يجره حصان أو حمار بين السمين يدفع ضريبي الشاب الذي في رفح أحرق نفسه قبل أيام بعد أن صدرت الدراجة النغية لأنه لا يدفع ضريبي عنها لأنه ينقل عليها ركاب شوف لوين الضريبي طيب لو قررنا الوضع هنا في الضف أنا أجزب أنه 90% من المهنيين الفلسطينيين لا يدفعون أي ضريبي في الضف بالمطلق لا محامين كثير من الأطباء يعني تهربا وليس يعني قانون في تهرب ضريبي كبير رام الله أكبر نسبة دفع للضرائب في الضف هي رام الله لأنه سلطة مركزة عليها تركت الخليل وتركت نابليس عيب أنه المدينتين الكبيرتين في الصناعة والتجارة وهي الخليل ونابليس لا تدفعان ضعف رام الله يعني العكس رام الله تدفع الضعف طيب بين خوف حماس أنا لما أشوف مظاهرة بالخليل بيقول لك مظاهرة ضخمة في الخليل طيب يدفعوا ضريبي أو في نابليس يدفعوا ضرائب لا أقول لأصحاب المهن أقول لأصحاب المعامل والمصانع التي تتربح ليش هذه ما بتدفع ضريبي طيب اسمح لي وأن أستاذ حافظ أترك نقطة مهمة وهو بين خوف أو خشة حماس من انتقال العدوى إلى قطاع غزة في المقابل أبو بكر بكر أبو بكر قال فيما قالته بأن حماس قد تدخلت وبشكل كبير في أحداث الأمس في نابليس وفي الخليل وليس غريباً ولم يعد الآن مشكوك في أن يتحدث المراقب بأن يقول بأن الأعمال الأمس وقبل أمس لم تكن طبيعية لم تكن طبيعية وليست بفعل التصعيد الذي تم يوم أمس كان غير طبيعي شاركت فيها عناصر من كثير من الشرائح لأسباب مختلفة هناك كان من أحزاب دينية لها مرامجها كان هناك عناصر من الزعران هؤلاء الذين يحنون إلى أيام الفلتان كان هناك بعض ولا أقول حتى من فتح بعضها يمكن أن يكونوا أو كانوا إذن ليش؟ إحنا شعب مفتوح الذين يعارضون سلام فياد تجيهم في كل الفصائل ممكن يطلع والذين يعارضون السلطة بقيادة الرئيس أبو مازي ممكن يطلعون لكن لم يطلع كل هذا الحجم يوم أمس لم تكن سياسية بالمعنى التاري لكن إندسة في وسط هؤلاء طلبي أنا مريت على حواجز ما شاهدت ما شفت الشوفرية أصلا مش أضراب دعوله الشوفرية أه شفت شوفرية صغار هذا صغار ونواب شوفرية يعني القضية مش هذه القضية أنه عندما يطلق العنان للشارع لكي يفعل ما يشاء يأتي كل ذي مأرب شريف وخبيث هنا لا يمكن التمييز بين هذا وذاك الفصائل الفلسطينية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عقدت مؤتمرا صحفيا وستحافظ اليوم وعقبت على آخر المستجدات في الوضع الاقتصادي والاحتجاجات في الضفة الغربية بسام الصالحي الأمين العام الحزب الشعب تحدث وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة الفتح وأيضا رئيس الكتلة البرلمانية في المجلس التشريعي تحدث وقالوا بما مضمونه أنه يجب تصويب البوصلة نحو الاحتلال وأنه احنا شعب تحت الاحتلال اتفاقياتنا يجب أيضا أن تخضع الحديث عن اتفاقية فريس تخضع للمراجعة حق التعبير مكفول ولكن بشكل سلمي نقول أنه عفوا الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة مهمة لكنها غير كافية الحديث عن التزام بدعم السلع الأساسية بما في ذلك المحروقات وكلها وليس السولار وإنما البنزين وغيرها أيضا هذا مقاله مثلا بسام الصالحي قال أنه قررت لقوى الفلسطينية استمرار دعم التوجه السياسي للأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال ندعو حركة حماس قال بسام الصالحي إلى تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة وإنهاء الانقسام لتوحد جميعا لمواجهة تحديات عزام الأحمد بما مضمونه قال بأنه فتح كانت أو كتلة فتح البرلمانية حتى أكون دقيقة كانت من المعارضين لبعض السياسات الاقتصادية في حكومة فياد قالها صراحة وقال وساهمنا في عدم الموافقة وقال نقف بقوة وسنشارك بالتصدي بقوة وسنشارك بالتصدي أيضا لمحاولات التخريب التي برزت من بعض الخارجين عن القانون ومحاولة حرف مسار التحرك المشروع ما رأيك بما قالوا يعني اللي قاله الأخي عزام مضبوط يعني في عدم رضا داخل الفتح على بعض السياسات الاقتصادية وعبره وعنه وأخرين عبروا عنه صحيح اللي هربوا الوقود الفلايا اللي يجي على هيئة البترول وعملوا ملايين ناس كثير وأعتقد أن الدكتور سلام يعي ذلك ويعرف عندما استلم الملف لاحقا وانتهى وقت التهريب كانوا يهربوا من عندنا لأسرائيل يعني أنت تخشى أن تتكرر على قضايا أخرى يعني أنت تاب على الاحتلال لا يمكن دعم أي شغل ممكن أنا أضع لكها بدل أن أدعم أزيد بدل مواد أساسية على راتب الموظف مبرغ وقدر وانتهينا يعني يعني هذه القضايا يعني إحنا بنرجع وبندور إحنا تحت احتلال أنا قلت ارتفعت الأسعار عالميا مش شيء إحنا رفعناها وإحنا عند سجان السجان ارتفعت الأسعار عليه فبدوا يرفعها في كنتين السجن وإحنا داخل السجن هو مسيطر علينا هو زي حال الأسرى في سجون الإسرائيل أنا بستغرب لما تحسين شروط الأسر ولكن يعني إخراج هؤلاء الأسرى من سجون الاحتلال أيضا منوط بقرار سياسي وكأنه النضال اللي خاضوا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ينطبق ولكن بشكل أوسع على السلطة الفلسطينية تحت الاحتلال وقدوتنا الأسرى الذين أضربوا عن الطعام يعني القضية أننا تحت الاحتلال منذ عقود وبيجي واحد بطالب بشي لا يمكن أن يسمح لها إلا في دولة مستقلة إلغوا اتفاق افتحوا الحدود كيف بتفتح حدود يعني ما هوش عايش في العالم اللي احنا عايشين ولا وين هذا اللي بطالب هالمطالب إجبروا إسرائيل كيف بنا نجبرها إجبرو سأيل تفتح يا أخي بدل ما تكون إجبرو ويفتحه لحدود خلينا نعمل معا لإنهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام أيضا يعني بدل أن يبقى من يتربص من حركة حماس أيضا ما هو لا سيدي مررنا بظروف اقتصادية أسوأ في الانتفاضة وكان هناك جوع حقيقي وليس كما يدعي الكثيرون الآن إنه عندنا جوع ما فيش عندنا جوع ليس لدينا جوع لكن كان عندنا جوع حقيقي في الانتفاضة الأولى وكان الشعب موحد وما فيش انقسام وكنا نقاتل ونقتسم رغيف العيش معنا ومبسوطين لأنه فيه هدف سامي مناظل من أجله هسا لو انتهى الانقسام فجأة وإسرائيل فرضت علينا حصار كشعب فلسطيني فيه حد بتذمر فيه حد بنزل على الشارع ولا نار بقول زيدوا الرواتب لا لأنه فيه أولويات نضالية وطنية كبرى تستحق التضحية الآن احتفى احتفى الهدف الوطني الشامل فصرنا كما قلت منذ البداية نهتم بالصغائر ولا أرى أي حل لهذه المحنة الفلسطينية إلا بانهاء الاحتلال كل ما يجري فعله هو تحسين شروط الاحتلال وهذا لا يكفي طيب دعني أطرق يعني الملف الأخير وهو الأهم واللي بينظر أنه احتمالية أن نمر بأوضاع أصعب من الأوضاع الحالية هو وارد ووارد جدا السيد الرئيس في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الهند قال بابنه أكد على أنه المشاورات مع الجماعات الجيوسياسية في الأمم المتحدة ستبدأ قريبا من أجل سياغة مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مستوى تمثيل تمثيل فلسطين إلى دولة غير عضو قال أيضا أنه شدد على استمرار القيادة في بناء مستساة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والحفاظ على القانون والنظام على الرغم من ممارسات إسرائيل التي خنقت وقيدت وضعنا الاقتصادي أو المالي مصادر إعلامية أمريكية أستاذ حافظ بتقول بأنه طلب رسمي من الولايات المتحدة إلى الرئيس محمود عباس بأن لا يتوجه إلى الأمم المتحدة ويبدو أن سيد الرئيس مازال عازما على هذا التوجه المصادر ذاتها قالت بأننا ما زلنا نحاول ثني الرئيس عن تقديم الطلب خلال اجتماعات الجمعية والفكتوريا نولند قالت نحن مستورون في أن نوضح بأنه لا نعتقد بأن هذا هو الطريق الصحيح وإنما الطريق الصحيح هو المفاوضات لن تقام دولة فلسطينية بدون مفاوضات أو هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ما رأيك؟ شوف يعني التوجه من المتحدة يعني في العام الماضي كانت توجه لمجلس الأمن وكانت الحسابات منذ البداية معروفة أننا لن نستطيع لكن لم يكل أبو مازل في وقته وحاول كل جهده هسا يأتي أحدهم ويقول طيب ليش ما ناور العام الماضي بدروه على المتحدة وفي آخر راح رضي تراجع ما كان خسر من رصيد شعبيته نحن مش نحكي على رصيد الشعبي هو عبأي الشعب على هذا القرار هل يستطيع أن نتراجع؟ المعركة السياسية لا تختلف عن الأسكرية فيها كر وفر فيها ربح وخسارة الآن إحنا يعني عمليا أوردي الأمريكان عاملين علينا حصار وأوروبا لديها ظروفها الخاصة والدول العربية متلكئة بعضها يدفع أحيانا وبعضها لا يدفع أو يدعم ليس لدينا ما نخسر طيب الغريب في المواقف العربية أستاذ حافظ أنه مثلا المملكة العربية السعودية يبان إعلان الولايات المتحدة بأنها لن تفي بالتزام المتين مليون دولار مثلا عقد توجهنا لليونسكو إقامة السعودية بتحويل من مبلغ كامل اليوم يبدو كأن الوضع اختلف عربيا والبعض يقول بملء فيه هناك تواطئ عربي مع الضغوط الأمريكية أنا أقول البعض شوف هناك معسكران عربية معسكر وربما ثلاث معسكر لديه ثورات داخلية وهذا عنده مشاكله ومعسكر هادئ ومعنده شي وهذا أيضا داير باله عهالي ومعسكر يخشى أن يحدث شي وهذا أيضا مضطرب مش داير باله إذنه ولن يدير مهما فمهما صار فبالتالي إحنا يجب أن نتعاطى مع الوضع العربي على هذا الأساس لا نبني أمالا وفي نفس الوقت ندقق أين نضع أقدامنا لاحقا معنى شي يعني نعمله يعني أمامنا خيارين أن نخوض صراع سياسي على الساحة الدولية أو أن نكفئ إلى الذات ونواجه مشاكلنا أجرة السيارات السؤال الأخير لأنه دركني الوقت أستاذ حافظ هل تعتقد بأنه زيارة السيد الرئيس إلى الهند خط جديد لدعم سياسي ومالي أيضا من قوى صاعدة مثل الهند قالوا أيضا جنوب إفريقيا البعض الآخر قالوا للبرازين مثلا أنه هذه قوى صاعدة يجب أن نستغل صعودها للمصلحة الفلسطينية في ضوء خادو العربي بملئل فيه أقول في ضوء تواطئ دولي لا أحد يسد عن أحد الهند تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وتدعم وقدمت قبل ذلك مساعدات عشر مليون كمان وتقدم مساعات لوجستية أخرى كتدريب وإلى آخره فبالتالي الهند ليست اكتشافا جديدا لكن القوى الصاعدة في أمريكا اللاتينية وغيرها والصين وجنوب أفريقيا هذه مكسب أيضا للقضية الفلسطينية ككل لكن هذا لا يعوض عن البعد العربي وكل هذا لا يعوض عن البعد الفلسطيني لأن الإنقسام الفلسطيني يعرقل أي شيء يعرقل الذهاب للمتحدة يعرقل الذهاب إلى مؤتمر عدم الحياس كما حدث يعرقل أي تنمية لا يوجد مستقبل في ظل الإنقسام حتى لو قرأت المتحدة كل الحقوق لنا نبقى في وضعنا الفلسطيني نعاني ولا نستطيع أن نفعل شيئا المصالحة هي البداية لمواجهة الاحتلال طيب سؤال الأخير يعني مزدوج هل تعتقد بأن المستفيد أو من يسعى للفلسطين الأمني في الضفة الغربية يختلف عن من يسعى لتعطيل المصالحة للاستفادة من الأنفاق في قطاع غزة ومن ناحية أخرى هل تعتقد بأن إسرائيل ستستمع إلى آراء العقلاء فيها بأنه أنتم لستم بعيدين عن الأزمة لأنه عم بحاولوا يتجاهلوا بقولوا أنه الإسرائيليين مبسوطين بدهم انتفاضة ثالثة انتفاضة بشأن لأنها ميدارهم مسلح يعني بيت إيل مسجل عليه قاموا اليفطة القديمة وحطوا الإدارة المدنية اليهود والسامرة الإسرائيليين يعني أعادوا حكم الإدارة المدنية عمليا فبالتالي انهيار السلطة متوقع عندهم بل وقد يعملوا على أساسه ما ظلش في إيد السلطة شيء طيب وبالتالي إسرائيل تريد أن تقضي على أمل الدولتين بالمطلق وتبحث عن الدولة المؤقتة التي يمكن أن تغرل بعض من ضيق الأفق مثل الذين يبحثون عن إمارة في غزي يبحثون عن دولة المؤقتة أيضا بتقول لك تعفين من ذل أو من فاحشة لاعتراف بإسرائيل لتفاوض مع الاحتلال طيب ما عندكم تنسيق سري مع الإسرائيليين معروف يعني ومكشوف الأسماء والأسامة موجودة في تنسيق أمني إذن يعني محدش ما فيش حد أحسن من حد أنا أرى لا حل القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال بأي وسيلة كانت لدينا القانون الدولي والشري الدولي تقول لنا افعلوا ما شئتم لإنهاء الاحتلال أعجب الكلام هذا يعني لما تقول لي شو الحل القضية الفلسطينية طيب شو الحل الأزمة الحل السياسي إنهاء الاحتلال تهينا طيب لأسف دركني وقت البرنامج أستاذ حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة شكرا جزيلا لا مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد هذه تحياتي أميرة حنانية ومنطقم البرنامج دائما الفتحية إلى الزاوية الكاريكاتيرية فلتتفضلوا تمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر